إن بيروت مؤسس ورئيس جمعية إعلاميون من أجل الحرية الأستاذ أسعد بشارة أستاذ أسعد أهلا بك يعني إلى أي حد هذا الربط يعني طبعا وحدة الساحات وربط الأيدولوجية ما بين الحوثيين وحزب الله وبعض الفصائل الأخرى ربما يبرر هذا الحضور أو هذا الدور لحزب الله عند الحوثيين يعطيك العافية للمشاهدين الكرام أيضا طبعا أتكلم الآن بمعزل عن موضوع الجمعية الإعلاميون أنا كمراقب سياسي هذا الربط كان واضحا جدا على لسان أصحابه الأمين العام السابق لحزب الله قال في إحدى خطبه سأل ما هو أفضل عمل قام به ما هو أفضل عمل يفتخر به هو دعم الحوثيين دعم حزب الله للحوثيين الفيلم الذي بث منذ سنوات وسنوات والذي يظهر أحد مدربي حزب الله يدرب الحوثيين على كيفية القيام بعملية انتحارية في المملكة العربية السعودية كان هو النموذج لعمل أمني وتنصيق أمني واضح هؤلاء الحوثيين لم يكونوا أبدا على مستوى التدريب الذي وصل إليه حزب الله على يد الحرس الثوري الإيراني وبالتالي كان يلزمهم رعاية وتدريب ولزمت إيران لحزب الله عملية التدريب هذه ولهذا أرسل الكثير من القيادات الميدانية من حزب الله إلى اليمن لتنصيق وتخطيط الانقلاب الذي حصل سبق للحوثيين أن بدأوا التدرب في صعدة قبل أن يسيطروا على صنعاء وقبل أن يقوموا بانقلابهم وكادوا أن يصلوا إلى عدن ويحتلوا اليمن بكامل أرضه لو لا تدخل التحالف العربي الذي أعاد التوازن إلى حد بعيد تحالف الساحات أعلن عن نفسه ولكن هذا التحالف للأسف كان تحالفا فيه أطراف تدفع الأثمان بالدم وتذهب إلى موراء الخطوط الحمر وفيه طرف قيادة يكتفي بإدارة هذه الميليشيات ويستثمر فيها بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الوثيق هذا لم نرى أن الحضور الحوثي بعد كل هذا التدريب وبعد كل هذا الاستثمار من حزب الله وطهران لم نرى أن هذا الحضور الحوثي تجاوز حد المشاركة التلفزيونية في عملية سبعة تشرين يعني إرسال صاروخ من هنا وصاروخ من هناك طبعا هم استطاعوا أن يعني واستضافت الزراع الإعلامي قناة المسيرة مثلا ازراع الإعلامي الحوثي كان في بيروت في وقت من الأوقات وبالتالي لكن أنا أتحدث أيضا عن تفاوت في الإداء يعني حزب الله هو جوهرة نعم هو جوهرة التاج الإيراني يعني كفاءة حزب الله وتدريب حزب الله وحرفيات حزب الله لا تقارن بما كان يقوم به الحوثيون من أعمال ميليشيوية فالحزب منضبط يعني هو ميليشيا منضبطة تسير بأوامر سيطرة وقيادة رأينا أن إسرائيل أول محرسة عليه عند بدء الحرب هي ضرب القيادة والسيطرة السياسية الأمنية العسكرية أما بما يختص بالحوثيين فهناك فوضى عارمة ومحاولة للتنظيم قامت بها إيران وساعد بها حزب الله ومحاولة مساعدة لوجستية وإعلامية يعني أن الحوثيين لا يستطيعون بمفردهم أن يتبنوا سياسة إعلامية كالتي كانوا يتبنوها حزب الله هو الذي اختار الناطقين الإعلاميين لدى الحوثيين حزب الله درب كيف يظهرون على الإعلام ما هي الرسالة الإعلامية التي ينقلونها ما هي الأخطاء التي يجب أن يتفادوها ومع ذلك مع كل هذا التدريب فقد أخفقت الحوثيون في الظهور بطريقة القوى المنظمة فبقيوا وكأنهم ميليشيا كاملة الأوصف أثر الضعف ينتقل أستاذ أسعد يعني إن ضعف حزب الله وقد ضعف هل ينتقل إلى الحوثيين أو إلى الفصائل العراقية أو إلى الأذرع الأخرى بكل تأكيد كنظرية الأواني المستطرقة عندما يصيب ما أصاب جوهرة منظومة النفوذ الإيراني في المنطقة فإن الحجد الشعبي يستمع جيدا إلى ما حصل في الضاحية الجنوبية وعبد الملك الحسس يستمع جيدا إلى ما جرى في الضاحية الجنوبية لأنهم جميعا يعتبرون هذه الفصائل تعتبر بالإضافة إلى الأفغان وغيرهم لكن هذه هؤلاء لا نحتسبهم باعتبارهم ليس لديهم كينات منفصلة إلى حد ما أو صورة يقدمونها بطريقة مستقلة فأذن الحشد والحوثي بالتأكيد سيعدون خطواتهم جيدا بعد ما حصل مع حزب الله لأن حزب الله هو الميليشيا الأقوى في هذا النفوذ نلاحظ أن الحوثيين خفضوا إلى حد كبير خاصة لسيما بعد الضربات القوية التي نفذت من الطيران من التحالف الأمريكي الذي هو على سبيل المثال والتذكير في إدارة بايدن أول ما رفع هؤلاء عن لوائح الإرهاب واعتبر كأنه اعترف بشرعية لعطراتهم الجزئية على اليمن لذلك خفضوا الآن من منسوب حركتهم العسكرية سواء في باب المندب أو في إطلاق الصواري شكراك سيد أسعد بشارة من الميروت شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا